اشتركوا في القناة وتواجدكم الحقيقة يشكر ويقدر وعنتم الوسائل الإعلامية التي نراها ذات أهمية بإيصال أهداف الحملة سر تواجدكم في المجمعات يعني مثل ما أنت شايف المجمعات لها روادها وتحظى بإقبال من فئات عمرية مختلفة عوائل أطفال شباب كبار سن وفي الحقيقة هذا الحجد المتواجد يعني يساعد كثير في إيصال أهداف الحملة كلما كانت التجمعات أكثر مثل هذه المجمعات تساعد كثير في إيصال يعني ما نريد إيصالة ممكن رسالة ساعد المشاهدين خلف الشاشات في الحقيقة تطعيمة الفلاوينزا الموسمية يعني أأكد لكم أنها آمنة ولصحة المشاهد يعني أنصح بل أؤكد على أهمية التطعيمة هذه هي محصنة ووقائية ضد الفلاوينزا ويعني تحفظ نفسك من الفلاوينزا قد تكون يعني تتعرض لها وهذه التطعيمة هي محصنة محصنة آمنة جدا اليوم استقبلتوا ما شاء الله مجموعة كبيرة من الزوار من ضمنهم المهندس خالد الدبل ومجموعة كبيرة من نادي الاتفاق كان وجودهم الحقيقة يعني يعني تشريف وداعم جدا وهذا الفريق الرياضي ممثلة بالأستاذ خالد الدبل مع أعضاء ولاعبين يعني حقيقة يوصل رسالة أن هناك تكاتف مجتمعي مختلف بتحديدا يعني كلاعبين ورياضيين وهذه الرسالة موصلة لللاعبين ورياضيين وللمشجعين وللمتابعين النادي ولكل رياضي يعني بشكل عام وجودهم الحقيقة أحد أهم أسباب نجاح الحملة الأمانة نعتبرها والتمسنا بوجودهم قناعات من عندهم بأهمية الحملة وكان من عندهم يعني حسن بادرة في أننا جايين مو بس للتواجد الشرفي لا نحن جايين نطعم لأننا نحتاجين الحقيقة التطعيمة هذه أيضا رسالة للمجمع العثيم لاستقبل هذه الحملة بالإضافة إلى المجمعات الأخرى كيف رأيتم تعاونهم في استقبال مثل هذه الحملات الحقيقة يعني إذا جازت لي هذه التحية بهذا الشكل شكرا من الأعماق لمجمع العثيم شكرا من الأعماق لمجمع دارين شكرا من الأعماق للمجمعات القادمة اللي راح يعلن عنها فيما بعد قدمت كل الإمكانيات قدمت كل التسهيلات ما طلب شيء إلا وفر بشكل سريع جدا كانوا معانا الحقيقة مساهمين مساهمة كبيرة في تذليل كل الصعوبات وجود مقر صحة الشرقية للتطعيم في مجمعاتهم نفتخر فيه ونعتز فيه المجتمع هذا والتواجد هذا ما راح نلقى فيه أماكن أخرى لو لا نلقى فيه مجمعاتهم شكرا من الأعماق لكم وما قصرته وكفيته ووفيته نعطيك العافية أيضا نطمع برسالة للمتطوعين قدموا عمل كبير سواء في قسم التلوين سواء في الأقسام الأخرى وفي التنظيم كان عدد المتطوعين كبير جدا وساهموا في نجاح العمل رسالة لهم أقول الله يجعل فيه ميزان أعمالكم ما قصرته يعني فيه ناس الحقيقة يعني تحب تعمل بمقابل لكن أنتوا عملكم الخير الإنساني هذا يعني ما تنتظرون أي شيء نحن التمسنا هذا الأمر بتواجد الحقيقة المتطوعين يعني كأن موظفين معنا يعملون بروح عالية جدا يعملون بفزعة وطنية الحقيقة يعملون بإحساس بمسؤولية وكأن هذه مسؤولية عليهم مجتمعية بدون لا يحثون عليها الأمانة كانت تلقائية عفوية تواجد حماس شعلة مستمرة ونفتخر بمثل هؤلاء المتطوعين الشباب الأخوان والأخوات والله يعطيهم العافية ومن الأعماق نقول لهم ما قصرت أخرى الحقيقة لكن يعني أبي أرد على تساؤل قد يعني وثار من قبل المشاهد أن في حال يعني توقفكم من المجمعات لو الواحد له رغبة في التطعيم كيف ممكن يعني طعم المراكز الصحية يعني مستمر العمل فيها لاستقبال الراغبين في التطعيم وفترة العمل فيها من الساعة 9 صباح إلى الساعة 5 حتى في حال توقف الحملة من المجمعات مراكز الصحية رعاية الأولية يعني يسعدها ويشرفها المقبلين على التطعيم نحن في شبكة الفارس نشكر لكم ودوركم الكبير في إيصال المعلومات الطبية للجمهور شبكة الفارس قاعدة تخطو خطوات إعلامية يعني موزونة ومتقنة وتصاعدية ومتألقة للأمانة وتواجدكم يعني رافض إعلامي بالنسبة لنا مهم حييي القائمين على الشبكة وحيي شخصك الكريم وحيي من خلف الكاميرا والله يوفقكم إن شاء الله يعطيك العافية وتشرفنا بظهورك معنا الله يشرف مقدارك الله يعطيكم العافية شكرا شكرا لك سيدس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة